وعمر رضي الله عنه كان يقدر الرجال فبالرجال تقوم الأمم من ذلك ما رواه أسلم مولى عمر رضي الله عن عمر أن عمر كان يجلس يوما مع بعض أصحابه فقال لهم تمنوا فقال أحدهم أتمنى لو كان لي ملء هذا القصر زهبا فانفقوا في سبيل الله وأتصدق فقال عمر تمنوا أي ليست هذه الأمنية التي أريد فقال آخر أتمنى لو أنني مثل هذا القصر زبرجدا ولؤلؤا فأنفقوا في سبيل الله وأتصدق فقال عمر تمنوا أي ليست هي الأمنية التي أريدها فقالوا له تمنى أنت يا أمير المؤمنين فقال أتمنى أن يكون لي ملء هذا القصر أن يكون لي ملء هذا القصر رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاز بن جبل وسالم مولى حزيفة وحزيفة بن اليمان رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا أيضا أصر في مستدرك الحاكم وصححه وفقه